قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن هناك مليوني شخص في غزة يواجهون عداما حدا في الأمن الغذائية فيما يعاني أكثر من نصف السكان في الشمال من مستوات كارثية من عدام الأمن الغذائية وأوضح المسؤول أن بلاده أسقطت حتى اليوم أكثر من مليون وجبة على قطاع غزة وتمكنت من إيصال أكثر من ألف طن من المساعدات الإنسانية وأشار إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع لإنشاء ممر بحرية بالإضافة للممرات البرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة